موسيقى السلام عليكم ورحمة الله موجز اخباري من قناة المرابطون اهلا بكم اكد حزب الاتحاد من اجل الجمهورية الحاكم تمسكه بالحوار السياسي الجاد واستعداده للانخراط فيه وذلك حينما تصبح الاطراف الاخرى مستعدة لدخوله وقال الاتحاد في بيان صادر عنه ان اطرافا في المعارضة لم يسمها تضع المتاريس والمطبات امام الحوار وتتذرع بالدعاءات لا وجود لها الا في اذهان قادتها وفق البيان ودع الاتحاد من اجل الجمهورية الى اتخاذ التدابير المناسبة من اجل استئناف باقي مراحل المسلسل الانتخابية وهو ما يقصد به تجديد ثلثي مجلس الشيوخ ناحية اخرى نظم حزب الاتحاد من اجل الجمهورية الحاكم سامس افطارا بمقر الحزب في مقاطعة الرياض شارك فيه العشرات من منتسبيه وقال سيدي ويلزين وزير الاسكان والاستصلاح الترابي عضو المكتب التنفيذي للحزب ان الهدف من الافطار هو تقديم خدمات للضعفاء والمساكين وكذل الالتقاء بمناضل الحزب والاستماع لمشاكلهم عن قرب وضع مؤشر الجاهزية للتغيير الذي تصدره الشبكة الدولية للخدمات والمراجعات والاستشارات وضع موريتانيا في المرتبة الثالثة والعشرين بعد المئة من بين مئة وسبع وعشرين دولة شملها تقرير المؤشر لعام الفين وخمسة عشر ويرعي التقرير في التصنيف بعض العوامل من بينها البنية التحتية وقوة القطاع المالي وسيادة القانون والأمن دعا لإتلاف الموحد للنقابات الطلابية في موريتانيا وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى إيجاد حلول سريعة لمنح الطلاب العالقة مبديا استعداده لما سماها الخيارات النقابية المتاحة واتهم لإتلاف النقابي في بيان صادر عنه الوزير بالتصامم عن التعاطي مع النقابات الممثلة للطلاب يمكنكم مشاهدين الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك اللاهرة على الشاشة الرابعة موجز إخباري بحول الله دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة